السلام عليكم أجسد الحسن بين قبيلتين بين قبيلتين ولكن الحقيقة بأن الجماعة السلالية تطالب تنفيذ على 16 أسرى وليس قبيلة نحن ليس لدينا نزاع مع قبيلة أخرى بل بعض أفراد من القبيلة الأخرى لكن للأسف السلطة المحلية دائما تقول بأن النزاع بين قبيلتين وهذا هذا كلام مغلط هذا كلام مغلط بينما أن الجماعة السلالية تطالب بتنفيذ الحكم الصادر لفائدتها الحكم الصادر لفائدتها الحكم الصادر لفائدتها وقد طلبنا بتنفيذ الحكم في يوم 3-7-2019 وتم تأجيله من طرف السلطة المحلية وإعادة طلب مواصلة تنفيذ أخرى الذي تقرر تنفيذه يوم 26 سعود وتعذر على السلطة المحلية التنفيذ وكذلك يوم 14-1 يوم 14-1 طلبنا بتنفيذ الحكم الحكم والسلطة المحلية تتعذر التنفيذ الحكم بناء أو بدارعة بدارعة بأن الجماعة السلالية بشر الصلح هذا هذا كلام مردوض الجماعة السلالية تطالب تطالب بتنفيذ الجماعة السلالية تطالب بتصفيته عقارتها الجماعية والجماعة السلالية ما تدير الصلح التمعشي واحد نحن تطلب صفيات صفيات أراضينا صفيات أراضينا نحن نطالب بتصفيات أراضينا تيتر 4367 اير ذو المطلب تحديد 1781 اير اللي تحدد في 1924 وعنده البلان ديالو البلان ديالو اللي دير اللي بلان اللي بنتسات ديسمبر 1925 كالذلك البرنج كمفليمنتر السلام عليكم ورحمة الله واحد من دوي الحقوق الجماعة السلالية يتسيدي الحسن عمالات إقليم الخميسات تتبعد على المدينة الخميسات بحوالي 25 كيلومتر هذه الجماعة السلالية عندها مطلب تحفيد ديالو واحد الأرض المطلب ديالها تحط في 1924 بطريق ملكية عدلية المساحة التي تقدر ديال هذه البلاد هي 6,000 هكتار مباشرة من بعد مدازة المسطرة تحفيد في سنة 1925 تتفاجأ الجماعة السلالية بأن المساحة العهولية ديال الأرض تتقلص المساحة 2056 هكتار ومن بعد منها في سنة 1934 من بعد مدخل المستعمير للمنطقة حاول أنه يقتطع مجموعة من الأجزاء من الأرض ديالنا هذه الأجزاء التي تعرف الجماعة السلالية لا تكون فيها تفويت ولا بيع ولا رهن ولا شراء هذا القانون الذي واضح في الفصل 7 من الضائر شريف جوج مارس 1973 زائد أن الجماعة السلالية في سنة 2011 أخذت شهادة الملكية للمساح 2056 هكتار مباشرة من بعد هذه شهادة الملكية أخذناها في 27 في شهر 5 2011 مباشرة من بعد منها في 25 في شهر 7 2011 من نفس السنة تنتفاجأ بأن المساح الأرض تتعود تقلص المساح 1600 هكتار من بعد فاشتنمشي أن المحافظة العقارية المدينة الخميسات تنتفاجأ بأن الوثائق وثائق مغلوطة وثائق التي فيها تلاعب مجلس الوصاية في العملاء رسلناهم عن طريق قائد القيادة جماعة IT كون التي كانت تمي لها من أجل الحصول على الأحكام زائد تحديد الإداري زائد تصميم الأرض لنا حيث هو الوصيل الأول على الجماعة السولالية تنتفاجأ بأن مدنا بمجموعة الأحكام في حين أن الوثائق الأخرى لم تتوصل بها هذه الوثائق التي كانت دفعنا الأمام ونلقا بها حلول حيث كنا معولين على مجموعة من الوثائق أننا سيد وزير الداخلية والسيد المحافظ العام الأملك المخزانية مدينة الريباط تنتفاجأ بأن يتلعب كبير بهذه الأرض من بعد درنا الاجتماع لجنة القطاعية داخل مقر القيادة بحضور السيد المندوب عن الأملك المخزانية في مدينة الخميسات السيد المندوب تفاجأ بأن الأرض التي تقلصت هذه المساحة كانت عن طريق القرار وزاري مشترك الذي كان في الظاهر جوج مارس 1973 هذا القرار الوزاري المشترك الذي أخذ به الأرض ديالنا إحنا يفاش ترجعوا للجاردة الرسمية وتنبحتوا على الأرض واشرها مدرجة في الأراضي المسترجعة من أيد المستعمير تلقى بأنها ما كيناش نهائيا ومن خلال هذا الاجتماع الذي درنا معهم قالوا أننا سنحيلكم على المحكمة إدارية من أجل الطعن في القرار الوزاري المشترك وهذا دليل على أن الجهة الوصية على الأرض تتأكد بأن كينتلاعوا فوق الأرض ودار تيتر فوق تيتر وفاش دار تيتر فوق تيتر هذا دليل على أن كين شطت في السلطة وتلاعب بالوثائق وهذا التلاعب هذا الذي أدى بنضيثار ورحيل مجموعة من السكان وكما تعرفوا بأن الهجرة المدينة يخلي فرص تنمية منعديمة ومن خلال المناظرة الوطنية الأراضي الجموع التي كانت في مدينة السخيرات التي هضروا فيها على أساس أنها تكون تنمية في الجماعة السولالية من أجل تحفيظ الأراضي للحقوق تلقى بأن نحن يعدنا بزاف العراقيل باش أننا لا نصل لها نقطة رئيسية ومن خلال المراسلات من المجموعة من الجهات الوصية ديما تنتفاجأوا بأن البيبان مسدودة قدامنا ولتجأنا لكم كجريدة إلكترونية والحمد لله لنا فيكم الأمل أنكم ستوصلوا الرسالة بشكل الكافي وبشكل المسموع اللي سيوصل للسلطة فين مكان سيوصل إن شاء الله الجميع ربوع من المملكة ولم لا يخرج العالمية وهذا هو الطلب ديالنا لكم والرسالة ديالنا راها بين وواضحة حيث أننا تنتهلك وطائق اللي كتبت الملكية ديالنا الارض ديالنا ما يمكن أننا نطعنو في واحدة الواتقة اللي هي الجريدة الرسمية اللي تخرج بظاهر شريف اللي تقول بأن المساح هذه الارض الاتيدي الحسن اللي هي 6,000 هكتار بغينا نعرف أشنو نوع المشاكين اللي خلو أن هذا الأرض هذي تقلص تتوصل للمساحة وش الناس موالها مكينيش الحمد لله كما كتشوفوا دابة هنا الناس ديال القبيلة رهها مجموعة الناس جاء تطلب حقها وخاء أننا خرج نفضل هذي الجائحة هذي نتمنى ومن الله إن شاء الله أن نوصل لنتيجة وحنا بحكم أننا من دوي الحقوق عدنا حرقة وعندنا حرقة يربي يتفاجه علينا في النهار هذا وشكرا لقناة شوف تيفي شكر جزيد السلام عليكم كنشكر زيارة لقناة تيفي العين منطقة بالضبط لنقل أحداث اللي غنوصلكم المعلومات بإن أرض جماعة سولانية خدات سبغة جماعية في مطلب 1781 أير 1824 وداز في التحفيظ سنة 1925 يعني من ناحية النظام العقاري خدات سبغة جماعية حنما كانت تربو صفية أراضي الجماعية صفات أراضي لنسبة النظام العقاري صفات أراضي ولكن كانت تربو صفى النزاع الذي هو فوق مننا القضية التي كانت تربو المطال الجماعة السولانية كانت طالب تنفيذ الأحكام الصادرة على هالعقار أما صفية العقارية أما صفية العقارية بالنسبة النظام العام العقاري خداته المعلومات التي سنزيد في القناة الاشتفي بإن العقار جماعة السولانية آيتي الحسن الملك المسمة فودايت خدات سبغة جماعية منذ 1924 بتحديد وتحفيظ بالنسبة النزاعات فوق منها السلطة المحلية وإقليمية تتماطل في تنفيذ الأحكام وتصفيات الأحكام قضائية صادرة لصفيتها وتزيد كان فوق الغراضي منطرف الغربة الجماعة يعني منطرف الغير وحفر آبار وتزيوس المبني احنا نندد ضد الخلق الخانون اللي كتتماطل للسلطة هاتشي كيقاع أمام السلطة المحلية وأمام السلطة الإقليمية هاتشي ما نزيد كم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم اخويا عندنا احنا بزف المشاكل مع السلطة المحلية لكتعرض أحكام قضائية صادرة عن المحكام الابتدائية بالخميسات وكان القو ديما أسباب مختلفة ومتنوعة في تأجيل أو رفض نفيدات هذه احنا الحمد لله نحاول مع السلطة هنا على مستوى الإقليم ولو غير باش تنفض لنا الأحكام دينا كان القو ديما صعوبة أولى تأجيل أو أولى تإلغاء هذه الأحكام وكما قلت تختلف الأسباب والأسباب كلها وهي احنا الأمل في الناس المسؤولين على المستوى العالي على مستوى وزارة الداخلية كان مرور لهم هذه الرسالة باش يحاولوا يديروا واحد الاتفاة لهذا الموضوع هذا لأن عدنا مشكل متشعيب ومشكل مركب فيه مترامون ومترامون على جوج ديال الأشكال مترامون بشكل فرضي ومترامون بشكل جماعي وإحنا إن شاء الله الأمل في الناس المسؤولين وفي وزارة الداخلية إن شاء الله تدخل على الخط وتحلينا هذه المشكلة وتحاول تساعدنا في إيجاد حولنا هذه المشكلة ترجمة نانسي قنقر